من أجل تنظيم العقار الفلاحي والحد من ظاهرة البزنس فيه تسعى الحكومة من خلال قرارات جديدة إلى مراجعة طرق الاستفادة من العقود الامتياز تحت شعار الأرض لمن يخدمها حيث ثمن الاتحاد العام للفلاحين هذه القرارات وقال أن الأمر يعكس توجه رسمي لتحقيق الهدف الأمل يبقى قائم في هذه التغييرات الجديدة التي تفضل بها السيد الوزير الأول فيما يتعلق الكفانة بزنسة والأرض لمن يخدمها ويستغلها ويكون ثابت فيها هذا أمنيتنا وهذا أملنا وهذا موقفنا لأن الناس الذين دعوا الأرض وباعوها وبزنسوا فيها لازم على الأقل تتمد كذلك قوة السلطة ورجوعها إلى الميدان وإلى القصاص فيما يتعلق بالأمل الغذائي وبهدف تشجيع النشاط الفلاحي من خلال أعادة بعث ديناميكية جديدة من طرف الدولة في الفضاءات الزراعية الكبرى تحرص الحكومة على تتليل الصعوبات التي يواجهها الفلاح وصبحت فيها ظروف صعيبة في ذلك الوقت كانت بعض الأجهيزة التي ينتعى الدولة التي كانت تحرص وتحصد ومثل تعاونيات مثل بعض الدعم الذي يحصل عليه الفلاح وكذلك المساعدة التي كانت مساعدة كثيرة فيما يتعلق بقضية المياه الجوفية وكذلك المياه الإباراج التي كانت مساعدة كبيرة في قضية هذا الحبوب وتبقى فاتورة الاستيراد باهظة في ظل تحكم البزنزة في الأراضي الفلاحية فهل تستطيع الحكومة تحقيق هدفها في القضاء على هذه الظاهرة التي عششت في القطاع لسنوات طويلة؟